تحويل المعادلات القطبية إلى المعادلات الذكرتية والعكس x تربيع زايد y تربيع يساوي r تربيع وأخذنا أيضاً مسبقاً tan theta يساوي y على x ال-y كما ذكرنا لكم مسبقاً بأنها عبارة عن r sin theta وال-x هي عبارة عن r cos theta دعوني أخذ معكم بعض الأمثلة للتوضيح الفكرة هذه رح نأخذ المثال التالي ثلاثة y ناقص السبعة x يساوي العشرة رح أحول هذه الآن باستخدام ال-y بيساوي r sin theta إذن لديه الثلاثة في r sin theta ناقص سبعة نلاحظ هنا ال-x لدينا هو r cos theta إذن سبعة في r cos theta يساوي العشرة الآن رح أخذ العامل المشترك لدي وهو كما تلاحظون العامل المشترك لدينا هنا r وأيضاً لدينا هنا r فرح نأخذ عامل مشترك r في ثلاثة ثلاثة sin theta ناقص السبعة cos theta يساوي العشرة الآن رح أقسم r في الحد هذا يتبقى معي r يساوي العشرة تقسيم ثلاثة sin theta ناقص سبعة cos theta تعويض مباشر وسهل جداً الآن رح أخذ معكم مثال آخر لو أخذنا المثال التالي y يساوي 2x ناقص الثلاثة رح أقوض مكان ال-y بr sin theta إذن r sin theta يساوي 2 مكان ال-x لدي r cos theta إذن r cos theta ناقص الثلاثة الآن رح أضع r sin theta و2 r cos theta في طرف فرح أنقل هذا رح يكون معي في الطرف الآخر إذن سوف ينتقل هنا في الطرف إذن r sin theta رح نطرح الآن من الطرف اليمين ناقص 2 r cos theta إذن أيضاً من اليسار رح أطرح 2 r cos theta يساوي عند طرح 2 r cos theta من الطرف اليمين رح يساوي الصفر إذن يتبقى معي سالب الثلاثة سالب الثلاثة الآن نطرح قليلاً رح أخذ عامل مشترك ال-r رح أخذ معي عامل مشترك فرح يكون معي r sin theta ناقص 2 cos theta يساوي سالب الثلاثة الآن رح أقسم على sin theta ناقص cos theta الطرفين فرح يتبقى معي في الطرف هذا r يساوي سالب الثلاثة مقسوم على sin theta ناقص 2 cos theta أنتقل معكم إلى مثال آخر لكن الآن سوف أخذ العكس إذن لدي r يساوي 4 sin theta 4 sin theta رح نعوض الآن لدي كما تعلمون ال-y بيساوي r sin theta ال-y بيساوي r sin theta رح أقسم على r بيكون معي y على r يساوي sin theta بالتالي رح أضع مكان sin theta y على r y على r فرح يكون بالشكل هذا r يساوي 4 ومكان sin theta y على r بهذا الشكل إذن الآن رح أضرب r في r r r في r r تربيع يتبقى في الطرف الآي كما معنا أربعة ال-y أربعة ال-y الر تربيع كما تعرفنا مسبقا هي عبارة عن x تربيع زائد y تربيع إذن الر تربيع عبارة عن x تربيع زائد y التربيع يساوي أربعة ال-y ولو وضعناها على الصورة القياسية رح يكون معنا x تربيع زائد y تربيع ناقص أربعة ال-y أربعة ال-y رح أخذ معكم مثال أخير لو أخذنا المثال التالي r يساوي sin الثيتا زائد cos الثيتا بنفس الطريقة sin الثيتا كما تلاحظون sin الثيتا هو عبارة عن y رح نقسم على r إذن رح تكون sin الثيتا عبارة عن y على r كما ذكرناها مسبقا هنا إذن sin الثيتا عبارة عن y على r الكوسين ثيتا بنفس الطريقة كوسين الثيتا رح تساوي معي x على r x على r الآن تعويض مباشر r يساوي sin ثيتا y على r y على r زائد x على r رح أضرب الآن r رح نضرب الآن r فرح يكون معي r تربيع يساوي رح نضرب r في y على r يتبقى معي y زائد r في x على r رح يتبقى معنا x r تربيع هي عبارة عن x تربيع زائد y تربيع يساوي y زائد x y زائد x وشكرا لكم تربيع 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 وشكرا لكم تربيع تربيع تربيع